نعم خضر يعني لا تزال تدعيات التفجير الكبير الذي ضرب بيروت مستمرة حتى الساعة كانت تدعياتها السياسية الدولية والشعبية يعني بالأمس منذ ساعات المتاء الأولى وحتى الساعة العاشرة متاءا تقريبا استمرت المواجهات بين المتظاهرين اللبنانيين الغاطبين وقوى الأمن في محيط المجلس النيابي وكان هناك محاولات متكررة من هؤلاء المتظاهرين للدخول إلى ساحة النجم وإلى محيط المجلس النيابي وقد تصدت لهم القوى الأمنية بقنابل المفيلة للدموع وبأرصاص المرطاطي طيب ليال ما المطالب أو ما أبرز المطالب الذي يريدونها المتظاهرون اليوم في لبنان نعم يعني المتظاهرون اللبنانيون اليوم يقولون أن ما كان مقبولا قبل الرابعة من آب لم يعد مقبولا بعد الرابعة من آب يعني خرجوا اللبنانيون بعشرات الألاف في ثورة السبع عشر من تشرين الأول كانوا يطالبون بتغيير السلطة السياسية بإجراء انتخابات جديدة بتغيير قانون الانتخاب ولكن اليوم جميع المتظاهرين الذين نقابلهم في الشارع يطالبون بمحاسبة هؤلاء كل المسؤولين عن تفجير بيروت وكل الذين علموا بالمواد المتفجرة ولم يحركوا ساكنا لأن المعطيات فعلا تؤكد بأن رئيس الجمهورية ورئيس ميشيل عون ورئيس الحكومة حسان دياب كانوا على علم على الأقل منذ شهر من حصول الكارثة ولم يتدخلوا للقيام بما يجب القيام به لمنع حصول هذا التفجير وبالتالي اليوم المتظاهرون يعتبرون أن المحاسبة هي أقل المطلوب اليوم من السلطة السياسية وكان أكثر ما يعبر عن هذا الشيء هو ثبت المشانق حيث رفعت المشانق في صحة الشهداء بالدلالة على هذا العقاب الذي يطلبونه طيب ليال إلى أين وصلت الإجراءات داخل الحكومة اللبنانية من الاستقالات أو إدانات للأشخاص المتورطين في هذا التفجير نعم يعني أخبر بخصوص التحقيق يفترض يوم غد أن يستمع اللبنانيون إلى نتائج هذا التحقيق على اعتبار أن الحكومة عطت نفسها مهلة خمسة أيام لكي تكشف من المتورط وكيف صارت عملية التفجير ومن المسؤول عن كل هذا الشيء حتى ساعة هناك عشرين موقوفا من بينهم مدير عام الجمارك بدري ظاهر وبعض المسؤولين والإداريين في مرفأ بيروت ولكن بخصوص الاستقالات من الحكومة حتى الساعة وفق المعطيات هناك وزيرين هما دنيان القطار ووزير البيئة ووزيرة الإعلام منال عبدالصمد وهناك حديث عن وزراء سيتقلون في الأيام المقبلة كوزير الداخلية محمد فهمي ووزير الاقتصاد الرؤل نامي ووزير المالية غازي وزني وهناك مواطيات غير مؤكدة بأن جلسة اليوم التي تعقدها مجلس الوزراء ربما سيطرح موضوع استقالة الحكومة على الطاولة ولكن لا شيء يؤكد هذا الأمر ولكن بألماطة السياسية حكومة حسان البياب اليوم باتت بحكم الموت السريري لأن هناك سبحة استقالات تكر شيئا فشيئا ولكن ليال حتى استقالة هذه الحكومة بشكل كامل لم تعد ترضي هذه المعلومة مهمة هناك جلسة لمجلس النواب وجلسات مفتوحة للمجلس النيابي بدعوة من رئيس المجلس نبيل بري لمساءلة الحكومة عن تفجير بيروت وربما ستطرح استقالة الحكومة خلال هذه الجلسات ليال حتى استقالة الحكومة بشكل كامل وعلى رأسها رئيس الحكومة حسان دياب لم تعد ترضي المتظاهرين اليوم في الشارع ليس كذلك؟ نعم خبر بطبيعة الحال المتظاهرون يطالبون باستقالة من رأس الهرام حتى الأسفل وأيضا يطالبون بأن لا تعود هذه القوى السياسية إلى الحكم من جديد حتى لو جرى انتخابات ميادية مبكرة السؤال على أساس أي قانون سيتم إجراء هذه الانتخابات هل عرض على أساس القانون الماضي الذي جاء بهذه الصلطة وبهذه القوى السياسية فعلا الشارع اللبناني غاضب والمساعي الدولية التي يقودها اليوم رئيس الفرنسي منويل ماكرون ربما تتوازى مع مطالب الشعب عندما جاء ماكرون وقال يجب التأسيس لعقد سياسي واجتماعي وضحت في لبنان وذلك اليوم اللبنانيون ينتظرون تغييرا جذريا في السلطة السياسية نعم ليال وضحت الفكرة أنا أشكرك جزيلا شكر على كل هذه التفاصيل كنت معنا مباشرة من بيروت ترجمة نانسي قنقر